بعد العراق والسوريا يبحث الإرهاب عن ملاذ له في إفريقيا وفي مالي تحديدا تتجه الأمور إلى منحا أكثر خطورة مع استمرار حملات التطهير العرقي في البلاد الخطورة تكمن في استغلال جماعات إرهابية متطرفة على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش التنافس الأرقية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين وذلك لزيادة عدد المنضمين إليها وإشاعة الفوضى في مساحات شاسعة من أراضي تلك الدول من ثم السيطرة عليها بالقوة لاحقا صيف عام 2012 صدم العالم من مشاهد تدمير متشددين لأضرحة ومساجد في مدينة تنبكتو التاريخية شمالي مالي بعد نحو سبع سنوات وفي ربع عام 2019 يستيقظ العالم على مذبحة مروعة سقط فيها العشرات وسط مالي ظاهريا لا يوجد رابط واضح بين حدثين يفصل بينهما كل تلك السنوات ومئات الكيلومترات لكن الأحداث التي شهدتها مسيرة مالي خلال السنوات الماضية تؤكد وجود رابط قوي وهو الإرهاب بمساعدة من فرنسا وقوة دول الساحل أوقفت مالي هجوم المتطرفين في الشمال واستعادت الحكومة السيطرة على المناطق التي استولوا عليها فر الإرهابيون من شمال مالي إلى مناطق الوسط وإلى بوركينفاسو المجاورة تقارير استخباراتي ذكرت أن الفرين من الشمال شكلوا تنظيمين إرهابيين التنظيم الأول جماعة تطلق على نفسها اسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والتي تشكلت من اندماج فصائل مسلحة عدة وتحظى الجماعة بدعم تنظيم القاعدة وركزت الجماعة غالبية عملياتها الإرهابية في بوركينفاسو التنظيم الثاني يحمل اسم جماعة أنصار الإسلام ويحظى بدعم تنظيمي القاعدة وداعش استفادت جماعة أنصار الإسلام من النزاعات والمشاحنات القابلية والعرقية وسط مالي استغلت الجماعة حالة الغضب بين عرقية الفولان بسبب خسارة أراضيهم وممتلكاتهم لصالح عرقية دوغون ونجحت في استقطاب العديد من أبناء الفولان وردا على هذا التقارب بين الإرهابيين والفولان وغياب سلطة الدولة شكلت عرقية دوغون تنظيمات مسلحة للدفاع عن نفسها أحد هذه التنظيمات المسلحة هو الذي نفذ المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 150 شخصا من الفولان في قرية أوغوساغو وسط مالي وفتحت المجزرة البشعة أنظار العالم على خطر تجمع وتمركز التنظيمات الإرهابية في مالي وفي منطقة الساحل الإفريقي عامة بعد فرار تلك التنظيمات من معاقلها السابقة معنا الآن من القاهرة الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية مونير أديب مساء الخير أستاذ مونير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ما الذي يجعل من مالي أرض خصبة لهذه الدرجة لكل هذه الجماعات الإرهابية هل هي غياب سلطة الدولة هل هي النزاعات القبلية والعرقية أم ماذا تحديدا يعني كل هذه الأسباب ويضاف إليها أسباب أخرى العالمالي هي الدولة الإفريقية القريبة والملاسقة ربما لأوروبا وبالتالي هناك ارتباط ما بين القارة السمراء وما بين القارة العجوز يعني سقوط تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش والإعلان عن ذلك ربما في 22 مارس الماضي من العام 2019 ربما جعل عدد كبير من المقاتلين الأجانب يعودون إلى عواصمهم مرة أخرى أو يبحثون عن ملاد آخر ربما في إفريقيا من أجل محاولة الانتقام ربما من أوروبا أو من التحالف الدولي عموما الذي مثلت أوروبا ربما حجر الزاوية فيه من أجل القضاء على داعش وبالتالي هذا الارتباط ما بين إفريقيا التي ربما تشهد صراعات إثنية والتي ربما هناك مشكلة في شرعية بعض الأنظمة السياسية الموجودة فيها والأزمات الاقتصادية وأيضا السياسية وفي نفس الوقت من مالي يستطيع هؤلاء المتطرفون أن ينطلقوا إلى أوروبا عبر ربما عشرات ومئات الخلايا المتطرفة فضلا على أن مالي على وجه التحديد يعني الغالبية فيها غالبية شعب فيها والذي يقدر تعداده تقريبا 15 مليون هم مسلمين مقارنة بالدول المجاورة لمالي التي ربما لا يكون فيها الغالبية منهم مسلمين إذن مالي هي الجسر الذي ربما يربط ما بين هذه القارة الصمراء وما بين القارة العجوز التي يستهدفها هؤلاء المتطرفون هل نتحدث أستاذ مونير هنا عن جماعات إرهابية محلية لا ارتباطات لها أم كما جاء في التقرير كل هذه الجماعات مرتبطة بشكل أو بآخر بتنظيمات أكبر حجما القاعدة داعش هل هناك إرهاب محلي خاص بمالي أم أن الولاءات في نهاية المطاف تعود إلى سواء داعش أو النصرة أو ربما غيرها يعني دعنا نتفق على أن أغلب التنظيمات التي نشطت ومدلت تنشط الآن في مالي أو في منطقة غرب أفريقيا على وجه التحديد تنظيمات عابرة للحدود أو عابرة للقارات خاصة وتنظيم جماعة التوحيد والجهاد وأنصار الإسلام وهذه التنظيمات وغيرها أعلنت مبايعتها البعض لتنظيم قاعدة الجهاد والبعض أيضا لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش وهناك ربما الإعلان في العام 2014 تم مبايعة تنظيم داعش في أكثر من دولة بوكو حرام نيجيريا وربما جماعة التوحيد والجهاد على وجه التحديد ولكن من قبل كانت مالي ومدالت أعتقد مركز قوة لتنظيم قاعدة الجهاد ولكن بعد سقوط داعش ربما تجمعت الأهداف السياسية والعقائدية وربما الهدف الأسمى وهو هدف السيطرة ومواجهة ما يسمى بالتحالف الدولية أو أوروبا لسقوط تنظيم داعش فربما هذه الأهداف جمعت تنظيم قاعدة الجهاد وتنظيم داعش ولذلك التنظيمين ربما يبحثان عن ملاذ ربما لهؤلاء التكثيريين هذا الملاذ لا يقال هؤلاء قاعدة الجهاد أو تنظيم داعش بقدر ما أن هؤلاء من وجهة نظر هؤلاء المتطرفيين لا بد أن تكون هذه الدولة وغرب إفريقيا وشمال إفريقيا ملاذ لكل الجهادين حسب تعبير هؤلاء ومن ثم يكون هناك انطلاق لمواجهة أكبر ربما هذه المواجهة قد تشهد تقارب أكبر مما هو عليه الآن ما بين قاعدة الجهاد وما بين تنظيم داعش والهدف هنا قد يكون إقامة دولة على غرار دولة داعش ولكن لن تكون هذه الدولة شبيهة لدولة داعش ولكن سوف تجمع ربما الفقراء الفرقاء معذرة تنظيم قاعدة الجهاد الذي اختلف مع تنظيم داعش إذن مالي هل هناك منافسة بين التنظيمين في مالي بين داعش والنصر أنه في مراتق أخرى في العراق في سوريا كان هناك منافسة حادة وصلت إلى اشتباكات عنيفة في بعض الأحيان هل هناك وضع مختلف في مالي لأن أنصار الإسلام كما جاء في التقرير قبل قليل يحظى بدعم تنظيمي القاعدة وداعش هل هناك تعاون بشكل من الأشكال تنصيق بشكل من الأشكال بين داعش والقاعدة في مالي يعني بدأ بمنافسة ومنافسة ربما شرسة ولكن انتهى كما جاء على لسانك أستاذ مهند بنوع من الالتقاء ربما وهذا الالتقاء له علاقة بإعلان سقوط ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش غرب وشمال إفريقيا هو مركز التقاء وقوة لتنظيم قاعدة الجاد منذ فترات ربما طويلة ولكن بعد إعلان دولة داعش في 29 يونيو من العام 2014 بدأ الانطلاق لتكوين ولايات ربما خاصة بتنظيم داعش ونجح تنظيم داعش بالفعل في تكوين هذه الولايات وربما سحب أفريقيا على وجه التحديد في ولاياتها لداعش وكما ذكرت فجينا بتنظيم كبير مثل تنظيم بوكو حرام يعلن ولائه وانتماؤه لداعش ومن بعده أنصار الإسلام وجماعة التوحيد والجهاد وخلافه ولكن ظل تنظيم قاعدة الجهاد مدال موجودا ربما ومعبرا عن التنظيم بشكل كبير في إفريقيا أعتقد أن هذه المنافسة الآن أصبحت يعني ليست بهذه الصورة ولكن أصبح تقارب شديد ما بين كل التنظيمين الكبيرين هذه التنظيمات هي عابرة للقارات هذا التقارب الشديد ربما يؤدي في النهاية إلى محاولة إقامة دولة بشكل مختلف وبصورة مختلفة هؤلاء سوف يبشلون بطبيعة الحان ولكنهم يحاولون إقامة هذه الدولة شكرا لك أستاذ منير على كل هذه المعلومات والإضاحات الأستاذ منير أديب الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية كان معنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر